اشتركوا في القناة اتبع لمدينة اليوم عبير عادل عروسة الاليوبية عبير عادل اللي انهى حياتها قبل زواجها بيومين بعد ما الناس طبعت الكروت والكل فرح والكل هنة وبارك وكمان عملوا مقدبة الغداء عبير وقت ما كانت بي تعمل حنتها يعني هيا طبعا في الالياف عندنا كده يا جماعة قبل الفرح بيوم او بيومين بيتعمل حنة يعني فرح صغنن كده بس بيت العروسة عبير عادل بعد ما جالها تليفون ثابت الفرح وثابت اصدقائها او اهلها وطلعت جاري برا البيت كل اللي بيشوفها شايف انها بتضحك ومبسوطة قوي لكن ينتظروا عبير انها ترجع للكوشة مرة تانية ما رجعتش عبير عشر دقايف ربع في نصف ساعة في ساعتين في تلاتة عبير ما رجعتش علشان يبدأوا ان هم ينتصلوا بكل اصحابها والكل ظن ان عبير يعني غضبانة عن الزواجة ولا حاجة لكن القرية تمن قرية عطالة كانوا عارفين بقصة الحب اللي ما بين عبير وما بين احمد احمد ابن عمتها اللي فضلوا الاثنين مخطوبين لمدة تلات سنين علشان قبل الفرح بتمانية واربعين ساعة عبير تتوفى يا طرح ايه الحكاية وايه الحدودة وهل لما تم القبض على القاتل الحقيقي وتقدم للعدالة واخد حكم الاعدام وتعدم يا طرح قضية عبير انتقاد لا قضية عبير اتفتح التاني بعد ما حكم على القاتل بحكم الاعدام فلو حركة تكمل معنا الحلقة النهاية ففضلا وليس امرا يا ريت بس اللايك لو تكرمت لان بيبقى عدد الاخوة الاخوة اللي بيشاهدوا الفيديو كتير قوي وعدد اللايكات بسيط ويلا نبتدي الحكاية عبير بنت عندها 23 سنة كانت بتعشق حاجة اسمها احمد احمد ابن عمتها احمد اللي اكبر منها باربع سنين لكن ولد وسيم وكل البنات يعني بيحبوا ان هما يتكلموا معاه لان احمد كان خواجايا حبته يعني كان ميتمت بلبسه بمنظره بلغته كمان يعني اللي يشوفه ما يقولش ان هو ابن قارية لكن عبير هنا الحب كان من طرف واحد طب ايه اللي خلى احمد طالما ما يحبش عبير انه يخطبها وانه يعقد القرار عليها لان كان بالكتاب كمان كان انكتب ابو احمد وام احمد هما اللي ضغطوا عليه انه يتجوز انتخاله يعني ايه احمد ما كانش بيحب عبير لا ده كان بيحب واحدة تانية وهنتكلم طبعا في الارشارات والمصائح اللي بنقدمها دايما في نهاية الفيديو هنا عبير اتخطبت لأحمد لمدة ثلاث سنوات وطبعا كان عبير كانت عارفة ان احمد يعني بتاع بنات وبتكلم هنا وهنا وهناك لكن كان بتقول بعد الجواز يعني كل حاجة هو هينساء او ما تجوز وهبه في بيت واحد وتعتساء في واحد وهنخلف ولد ولا اتنين فاكيد المسافات هتقرب مننا احنا الاثنين احمد كان يعني بيحاول انه بيبيد عبير عنده بيحاول انه يصد عبير وعبير كانت دايما ايه عاملة ودن من طين وودن من عجيل لكن كان بتقول ان بعد الجواز خلاص الرمود دي كلها تتيسر فات التلاث سنوات احمد مش بيدي ريء حلو ليه عبير وعبير طبعا يعني بتحاول انها تزيل الفوارق اللي ما بينهم هما الاثنين لحد ما جاء الفرح او قبل الفرح بيومين احمد كل يوم في غم وكل يوم في حوار مع ابوه وامه يابوي يماي انا مش عاوز اتجاوز عبير لانهم اصلهم من محافظات السعيد يابوي يماي انا مش عاوز اتجاوز عبير اتفضحنا يا واد اتفضحنا يا ويلد ما ينفعش ده يستر وغطى عليك انت اللي هتصون عرضاء انت اللي هي اللي هتصون شرفك يا واد فطبعا الاب والام للعريس ما كانوا مصممين ان احمد يتجاوز عبير فضلت الامور تمشي على كده وشوية رضو وهنعملك وهنسويلك وعبير برضو يعني بكلمة حلوة وبتاع لحد ما جاء يوم الحنة يوم الحنة ليه قبل الفرح بيه يومين طبعا عملوا مقدبة غداء والكل بارك وهنا والنسب غدت واللي بارك واللي نقط واللي واللي لحد ما جيه يوم الواقع احمد اتصل على عبير اللي اقولك يا عبير طبعا هنعرفين يا جماعة ان العروسة بتحتفل لذاتها والعريس بيحتفل في بيته اتصل على عبير ولا انا عاوز اقولك كلمتين ضروري دلوقت عبير طرية فرحانة وطرية جاري علشان احمد ياخدها وسط الزرعات وخاصة ورابتها ورابت العروسة علشان يقولها عبير احنا مش هلنفعل لبعض انا بحب حد تاني بحب واحدة تاني هو ما انتظرش عبير ترد عليه سدد لها يا جماعة اكتر من واحد وعشرين طعمة وقاتلها في الحال وقاتلها وقاتلها في الحال وقاتلها على البيت بتاعه نظف ملابسه ونظف يدومه وهنا طبعا عمل حجة ايه خلاص هو قاتل قاتل وهيمشي في الجنازة بتاعته روح بيته واخد تليفون المجنة عليها وقاتلها غير انا بدمها وطلع جاري على بيتهم دلف لبيت ملابسه حد ما يشوفه وبدأ هنا يحاول ان هو ايه يتصل على عبير عبير ما وطلدش ما وطلفون معاه قفله هنا طبعا بعدها بساعة لما اهلية عبير استغيبوها بده انهما يدوروا عليها ويتساءلوا عليها هو اتصل على طول يعني اول ما وصل البيت اتصل عليها فينا عبير يا جماعة انا بارلنا عليها مش سامعان ولا ايه من الفرح والزغاريت والحاجات ده كلها قالوا يا احمد عبير احنا مش لقينا ما انت مش لقينا ساب اللي في ايده وطلع جاري وهنا وهم الجميع انه حزنان ووهم الجميع انه ايه فين خطبتي فين عروستي هي مشت مع حد يا خال يا عم يا خالتي وهنا طبعا تظاهر بالاسى وتظاهر بالحزن على وجه وهو اللي ايه هو اللي عاتل بدأ يدور مع اهلية خطبته اللي يا بنت اعمته وبدأ انهما يجروا في كل مكان لحد ما لقوها مقتولة بفستان الفرح خلف البيت هنا احمد تظاهر انه زعلان وتظاهر انه هو لازم يجيب حقها من اللي اعتلها ويقفلوا مداخل البلد ومين اللي عمل كده في حبيبة عمري وقعد ينتب حظه لكن طبعا المباحث ورجال النيابة العامة ورجال الشرطة لم يخفى عليهم شيء بدأ طبعا من خلال متابعة الاتصالات ومن خلال متابعة التحريات ونشر مصادر امنية متعددة في قرية عطلة طبعا المركز اليوب توصلوا ان احمد هو القاتل وكانت صدمة كبيرة جدا 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 طبعا الموضوع خلص ان احمد اتحفظت عليه النيابة وقام ضده جلسات متعددة في المحكمة الجنائية بشبره الخيمة لا اهلية المجنة عليها عبير ما اكتفوش بكده صبه لحد ما اتحكم على احمد بالاعدام وتنفذ كمان حكم الاعدام واهله استلموا الجسمان بتاعه ودفنه طيب الناس بقى تكتفو بكده اللي هو اهلية المجنة عليها عبير لا مع ان صالح صالح اللي هو شقيق احمد الاخ الكبير كان من خلال بقى الفترة اللي اخوه مزقون فيها ويقام ضده جلسات جنائية وحد ما ازدى الاستطار الفترة دي كلها كان صالح بيحاول انه يلين الامور معدار خالو ايه معدار خالو او ايه معدار خالو قاسف معدار عمته لان ام عبير هي شقيقة ابو القاتل فهنا طبعا صالح ولد عمده 27 سنة وعنده ثلاث اولاد وكانت مراته حامل في الوقت ده فكان في فترة المحاكمة بتاعت احمد اخوه لان هو طبعا زعلان من اللي احمد عمله وما كانش موافق ولا كان مرتضي باللي احمد عمله في بنت عمته طبعا هنا صالح كان بيحاول ان هو يتودد معهم ما قطعش الصلة الرحم بينه وبين بعضهم وكان بيحاول ان ده قدره مكتوب وده قدر محتوم واخوية خاد جزائه علشان القضية تتأفل بعد ما تعادم احمد لا القضية ما تتأفلتش هنا طبعا شقيق المجنة عليها عبير عادل فضل متربس وفضل منتظر لحد مشوه الحكم اللي المحكمة هتقضي به المحكمة قضت بالاهدام هنا طبعا بدأ بقى شقيق المجنة عليها يتوعد مين يتوعد صالح طبعا يا عم صالح زنبو ايه صالح مطلعش هنا كيفكم في حاجة صالح فترة ما اخوه كان مسجون لحد ما اخوه مات عدم هو بيحاول يقرب المسافات وحاول انه يصلع الخطور يعني اللي انكسرت صالح لكن هنا اسرة المجنة عليها عبير كانت بتتوعد لصالح طب صالح زنبو ايه يا جدعان هنا طبعا صالح موظف على قد الحال وعنده تلت اولاد كده يعني محلف اتنين والتالت يعني كانت مراته حامل فيه فهنا طبعا بدأ ان هو شقيق المجنة عليها عبير جاهز السلاح بتاعه واعد العدة وفضل منتظر صالح يعدي في يوم من ايام اللي هو يوم الواقع بقى بدأ يقابل صالح في الصباح الباكر وبدأ هنا يوجه الواقع اتهمات وانتو ملكمش اقعاد في البلد ويعام انت خدت حقك اخوك يعني اخويا اتعاده وانت خدت حقه وهو يستاهل كده وربنا يرحب المرحومة عبير عبير ابل ما كانت خطيبة اخونا او مرات اخونا فانت هي اختنا لكن الكلام ده كله كأن شقيق المجنة عليها عبير كأنه اتعامه بالظهر وبدأ ان هو يخرج الالة يعني طبانجة او بندقية وبدأ ان هو يسبب له طلقات نارية يعني متوالية هنا طبعا وقع صالح على الارض انها سمعت صوت الطلقات طلعت جاري جلو صالح وطلاطي لحد المستشفى لكن صالح كان توفى في الوقت ده طيب هل بقى شقيق المجنة عليه هرب لا ما هربش ده شقيق المجنة عليها عبير عادل راح سلم نفسه للقسم الشرطة وهو دلوقتي على زمة العطي يعني ثقره لحق المجني عليها طب لو كل واحد بياخد حقه وبيدريعه احنا كده اصبحنا عايشين في غابة طيب انت انتظرت سنة لحد ما القضاء يزدل سطاره عن القضية ويحكم بحكم الحق والراجئ اتعدم طب لازمته ايه بقى ان انت تروح تثقر لنفسك امال القضاء ده شغال ايه امال حقك موصلكش ولا ايه امال لو ما كانش اتحكم على الجاني اللي هو الخطيب اللي هو احمد بحكم الاعدام كان شقيق المجنة عليها او اهليتها كانوا هيعملوا ايه شوف احنا وصلنا لحد فين يعني الغدر والخصة والخيانة من العريس الاولين اللي هو احمد طبعا بعد ما شقيق المجنة عليها عبير اتل شقيق القاتل او خطبها هنا طبعا تم ضبطه وتم تقديمه دي العدالة ولم يزدل استطاعنا حد الان عن القضية رقم اتنين يعني المفروض القضية اتقبلت في الاول لكن شقيق المجنة عليها فتحها مرة تانية طيب احنا كده قلنا لحضراتكم مقتضية القضية طبعا عوزين نتكلم مع حضراتكم في النصايح والموازن احنا نتعلم من اخطاء الخير نصيحة لكل اب لكل ام ولكل عريس يعني احمد ده شاب عنده اربعة وعشرين سنة مش صغير ولا قاصب وبعدين مش بنته عشان يتغصب عليه انه يتجوز بنت خلته طيب انت فين يا احمد من كل الكلام ده انت فين انت عادت مع ابوه الناس ما تتروته قاعد معاه طيب خلاص يا عام يعني انما كنتش انت راجل تتجوز من غصب عنك امار البنات او السيدات يعملوا ايه وبرضو لنا تعليق صغير عند مين؟ عند اللي ما عندهاش دم ولا عنده اخلاق ولا عنده اي حاجة اللي هي كانت بتحب احنا انت عرفت انه كان فيه بينك وما بين احد الشباب علاقة او وعدك بالزواج لكن خطب وكتب كتابه وعمل معيدة غدا خلاص بقى سيبيه هو حاله يعني المفروض ان انت تنهي العلاقة ومش تفضلي متمدية فيها تشجعيه على ارتكاب الخطأ وبعدين النهاردة يا جماعة لو كل شاب او كل شاب اتخطبت او خطب من غصب عنه يعني مفيش وسيلة غير ان احنا نرتكب جريمة يعني مفيش وسيلة ان احنا نحل الموضوع دوت مفيش طريقة انها تتحل اما لو جوزتوا كنت عملتوا ايه فالنهاردة نصيحة للأهالي يا جماعة بالله عليكم ما فيه حد يغصب على حد بالزواج او بالخطوبة حتى لو فاس وقت في الرأس وتمت الخطوبة والناس كلها اتكلمت خلاص يا جماعة يعني قصة بقى الناس هتقول ايه والناس كلامها هيقولوا ليه يا جماعة كلام الناس لا بيودي ولا بأخر لا بيقدم ولا بيأخر والله العظيم المفروض ان ما بيحسش بالنار غير المسيكة طيب اهلية القاتل اللي هو الخطيب طيب احمد اتكلم معاكم اكتب من مرة وقال لكم انا مش رايد الزواجة دي يا بوي انا مش عايزة يا مماي انا مش عايزة يا ريد ما نضغطش على شبابنا وولادنا سبعا صبيان او ابنات ان هما يتجوزوا من غصب عنهم علشان العرف علشان التقارير علشان دي بنت عمك علشان دي بنت خالك علشان انت اولى بيها وهي اولى بيك يا جماعة علشان ما نجيش في الاخر وتكون النتائج وخيمة بالشكل اللي احنا شفناها لكن اللي دفع التمن ده كله هو شقيق احمد ما روش ولا في الطهور ولا في الطحين اخوه اخطأ واخد حقه اخوه اجرم وعوكل وتم اعدامه كمان ده بليه شقيق المجني عليها انه يثقر مرة جديدة وينهي حياة صالح اللي هو شقيق احمد اه الله يرحمه صالح صالح مالغزم وعنده تلات ولاد اتيتمه وكان بيحاول في الفترة اللي اخوه يعني ما تمشي الحكم عليه فيه اه كان بيحاول ان هو يصلح الامور اللي اتكسرت لكن الجفى والعناد من اسرة المجني عليها عبير هو اللي حطم كل العداد والتقاليد وتم الثقر من خلال شقيق المجني عليها بعتله لأحمد وهنا يعني لخالق بيت اه طبعا شقيق المجني عليها كان متجوز برضو عنده اولاد خرب بيته وهنا طبعا خرب بيت اه ابن اه شقيق اللي هو شقيق الخطيب او شقيق اه القاتل في ياريه ان احنا نحكم عقلنا ونحكم المنطق في كل الامور وللغرابة يعني ان المحكمة قالت كلمتها وحكمت باعدام القاتل الحقيقي اللي هو الخطيب الاولان اللي هو احمد ربنا يهدي كل من كان وهنقولي مش هنقوله ذلك الحزبون الله ونعمة الوكيل لربنا يهدي الامة الاسلامية يا رب العالمين ونقدر نحد من ارتكاب الجرام اللي بتنتشر في المجتمع المصري نورتين وجد وشرفتين كان معكم اخوكم مجد الابلاوي وتمنى يا رب ان يكون الحلقة عكبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة